وبحضور حجد كبير من النجوم المصريين والعرب شهد المهرجان في ليلته الختامية تكريم عدد من صناع السينما وكذلك منح الجوائز للأفلام المشاركة تفاصيل أكثر حول حفل الختام وما تم تقديمه من جوائز نتابعها مع ضيفنا في الستوديو الناقض الفني محمد عاطف أهلا وسهلا فيك معنا بي برنامج يوم جديد أهلا بيك صباح خير صباح الخير سيد محمد أهلا صباح إليك وحشة في برنامج يوم جديد يمكن تحدثنا عدة مرات عن مهرجان القاهرة السينما الدولي وعن فعالياته كل المؤشرات يمكن من مخرجين ضيوف للمهرجان أكدوا على أن المهرجان في هذه الدورة هو مختلف متميز في تطور خلال السنوات القليلة الماضية أنت ناقد ناقد فني بعين الناقد كيف رأيت المهرجان في هذه الدورة الحادية والأربعين هو في الحقيقة المهرجان من الدورة الأربعين كمان يعني حصل فيه نقلة نوعية للأفضل مع تغير إدارته ودخول عدد كبير من الرعاية وده كان شيء المهرجان بيفتقدوا على مدى الدورات الثلاثة أو الأربع اللي قابلوا لأن وجود رعاية بيساهم في قلق الفعاليات وبيدي مساحة لإقدارة المهرجان أنها تقرر خرارات له وهتترجم لأموال ما تبقاش خرارات صعبة على صعبة التنفيذ مثل الجوائز أو مثل المسابقات يمكن أن يستحدث أعتقد فكرة التوسع في عدد ضيوف المهرجان من خلال زيادة عدد أفلام المهرجان ده يترجم طبعا الإمكانيات فلازم تكون متاحة للمهرجان فده كان موجود بشكل جيد فكرة وجود أي مقاهرة سينمائية ودعمها العدد كبير من مشروعات الأفلام في مرحلة التطوير وفي مراحلة ما بعد الإنتاج فده بيضع المهرجان كمان على خريطة الإنتاج العربي بمساهمة إيجابية في كمان التنظيم الجيد للمهرجان والقدرة على جذب المزيد من موارد البشرية ده بيخلي المهرجان أكثر تنظيما وبالتالي سمعته بتكون جيدة فما بيلاقيش صعوبة في جذب نجوم كبار أو ما بيلاقيش تردد من شركات التوزيع بأنها تبعت أهم أفلامها ليش صحيح سبدا نحكي عن التكريمات يلي صارت بالمهرجان تم تكريم المدير التصوير الإيطالي فيتوريو سورارو صح اسمه والمدرجة اللبنانية نادين لاباكي خبرنا أكثر عن هيدا التكريم وهل من وجهة نظرك كان مستحق أنه ياخدوا هيدا التكريم؟ طبعا هي تكريمات مستحقة جدا يعني لو جئنا مدير التصوير الإيطالي فهو صاحب اسهم فني عظيم ويفخر أي مهرجان باستقباله فمن بال بتكريم وهو مقل في الظهور وما بيحضرش ضيف كتير على المهرجانات فقدرة المهرجان على جذب شخصيات سينمائية عالمية مؤثرة ده بيزيد من تقلق المهرجان المخرجة نادين لاباكي على مدى أعمالها السابقة وآخر أعمالها كفر نحوم نقلة السينما العربية نقلة جديدة في إطار التوزيع يعني كفر نحوم تتجاوزت إراداته المليار دولار بعد غزو للصين والكوريا وعدد من الدول اللي تقريبا ما تعرضش فيها أفلام عربية قبل كده في الافتاح برضو كان فيه تكريم للفنانة من شربي وهي الفنانة من أكتر وأبرز الممثلات المصريات في جيلها وعندها جماهرية في المنطقة العربية كلها يعني تراضي أنا مرسوط قدم من التكريمات طيب بما أننا نتحدث يمكن عن حفل الختام نتحدث أيضا عن جوائز طالت حتى أفلام فيلم بيك نعيش أعتقد فيلم تونسي فيلم بيك نعيش إخرج مهدي برصاوي حصل على الجوائز ويمكننا منذ بداية المهرجان نتحدث عن هذا الفيلم حكي لنا إيش اللي يميز هذا الفيلم كيف شفته لماذا حصل على حصة الأسد من جوائز المهرجان هو فيلم إنساني جدا وتطرق لموضوعه اجتماعي بيبقى دايما حساس أن السينما العربية تتطرق ليه موضوع الخيانة والحب وإعلاقات المثلث والفيلم في الحقيقة تتعامل مع التيما دي بحسية وبذكاء شديد جدا الفيلم مكتمل للعناصر الإبداعية في شكل خالته فيلم يعني منطع وجميل فنيا في نفس الوقت ثلاث جوائز عدد كبير من الجوائز بس هم منهم جائزة الأمم المتحدة وهي جائزة تعتبر بدرجة كبيرة مستقلة ولها معاييرها لكنه حصل على جائزة أفضل فيلم عاربي ودي الأهم جائزة في الثلاث جوائزة اللي حصل عليها يعني إيه جائزة مستقلة عفوا يعني هي جائزة لتوش يعني لجاية التحكيم اللي بتقررها مش متشكل من قبل المهرجان مش متشكل إيه معاييرها تختلف عن معايير المهرجان في شروطها دايما المعايير الهيئات الدولية الدولية ما بتبقاش ناحية الفنيات العمل بقدر ما هي ناحية الموضوع بتاع العمل ذاته سبتنا نحكي كمان عن الجوائز الثانية اللي هي حصلت علي المقرجة المصرية ماريان خوري عن فيلم احكيلي خبرنا شو اللي بميز هيدا الفيلم ولا أخد جائزة الجمهور فيلم احكيلي هو الفيلم المصري الوحيد اللي كان مرشح للهرم الدهبي أي يعني ممثل مصر في المصابقة الرسمية وهو فيلم وصائقي عن حياة عائلة المقرجة والمنتجة المصرية ماريان خوري جائزة الجمهور بس بيبقى مرشح لها الأفلام اللي في المصابقة الرسمية بس لكن أظن إنها لو كانت لكل أفلام المهرجان كما في بعض المهرجانات الأخرى كانت هتبقى المنافسة أقوى بكتير دايما جائزة الجمهور بتروح ناحية الفيلم المحلي فبشكل ما هي كانت نقدر نقول إنها جائزة مضمونة للفيلم المصري أو لفيلم عربي وكان فيه طبعا فيلم عربي في المصابقة هو فيلم المقرجة الفلسطينية نجوة نجار بين الجنة والأرض فازب بأحسن سيناريو جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو في الحقيقة مهرجان القاهرة مش من مهرجانات المحبة جدا لإنها نجوة نجار وأعمالها يعني انطلاقت أغلب المنقرجين الفلسطينيين كانت مهرجانات القاهرة السينمائية وفيلمها السابق كان منشح لجائزة الهرم الدابي في المعيون الحرمية في دولة 2016 عفوا يعني أنا أسف المقاطعة خلينا سأك سؤال شوية يعني مو تقريد أنه يرأيك بالفيلم و سيناريو وهذه الأمور خليسلك عن السيناء الفلسطينية كويتها بشكل عام وإحنا الآن نشهد أيام انطلاق مهرجان القدسة سينمائي الدولي أعتقد الأفلام الفلسطينية صارت حاضرة في الكثير من المحافل يعني منذ فترة على فكرة ليست بقصيرة وصارت أفضل السينما الفلسطينية منذ تأسيسها وهي سينما محورية جدا في المنطقة العربية مش هنتكلم عن أنها سينما بتقاوم الحصار طول الوقت وسينما تضع القضية في مركزيتها بقدر ما هنتكلم على أهميتها نفسها في الفنيات السينماية الموجودة في المنطقة وقدي إيه السينما الفلسطينية بتساهم في رسم صورة متقلقة ومتميزة جدا للسينما العربية في المحافل الدولية هي سينما نقدر نقول عليها كمان سينما نساوية بامتياز يعني عدد كبير جدا من أفلام المهمة الفلسطينية كانت لمخرجات يعني مخرجة زي ميا المصري مخرجة زي شرين دعيبس مخرجة زي نجوة نشجر عدد كبير جدا صعب الحمد لله بقى صعب أن احنا نحصيه كلهم مخرجين مهمين ومتقلقين جدا السينما الفلسطينية في معارجان القاهرة السنة دي كان لها نصيب قوي جدا مش بس في التمثيل كمان في الجوائز أو في عجاب الجمهور فإحنا لو انتقلنا من المسابقة الرسمية وجائزة أفضل سيناريو اللي حصلت عليها بشكل مستحق نجوة نجار نقول كمان أفضل فيلم روائي قصير اللي حصل على جائزة يوسف شهين في مسابقة سينما الغد هو الفيلم الفلسطيني أمبيونس لوسام الجعفاري والفيلم أصلا انطلق من معارجان كان في سيني فوندسيون وهو قسم مهم جدا والسينما الفلسطينية كمان القصيرة سينما متميزة جدا ومتقلقة في عدد كبير جدا من أهم المهرجانات وكل الظروف اللي تمر فيها فلسطينية شوف حضرتك يمكن فضلت تتكلم أكثر من دقيقة عن السينما الفلسطينية وكانت تحفة المهرجان فيلم لابد أنها الجنة مستي هافن للمخرج الكبير إليا سليمان اللي كان زي ما كنت بقول في الأول أن لو كان جائزة الجمهور لجميع أفلام المهرجان كانت منافسة تبقى أشرس كتير لأن الفيلم إليا سليمان كان كامل العدد في كل العروض بتاع طفل شارك برجان مهرجان أيضا دولية وهو انطلق المهرجان كان طبعا ضغطيناه خلال الفترة الماضية سيد محمد نشكر تواجدك معنا في هذا الصباح الناقض الفني محمد عاطف كنت معنا ضيف كريم داخل الستوديو شكرا لك شكرا لك